السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى ان انتم تكونوا مستمتعين بالحل ويكون الاسلوب بتاعي مناسب مع الجميع ان شاء الله. زي ما انتم اغادلين بالكم انا بدأت نوعا ما الخطوة بتاعتي تجري شوية في الحل. وده بسبب ان كتير قوي من الاسئلة اللي احنا شفناها بدأنا نلاقي ان نفس الافكار تعريبا متكررة او نفس المعلومة بيتم سؤالها بطريقة تانية. وهو ده عدد الاسئلة عموما. الاسئلة في الاخر بتتبع نفس الكنسيبت او نفس المعلومة ولكن بتحاول تسأل نفس السؤال باكتر من شكل. فنكمل مع بعض ان شاء الله احنا دلوقتي وصلنا صفحة رقم اتن وخمسين سؤال رقم ستة وعشرين. السؤال عندنا هنا بيقول هاو داز ازويتش بروسس افريم ريسيفد اون فاست زيرو على واحد وازا دستينيشن ماك ادرس اوف كذا وينزا تابل از ميسنج سويتش بيحاول يوصل لماك استقبل فريم عايز يروح للدستينيشن دي ولكن الدستينيشن دي مش في الماك ادرس تابل قلناها بدل المرة بدل المرة الوحدة كتير هيعمل فلود للماك ادرس دوت او هيعمل فلودنج للفريم ده لكل البورتس مع عدد البورت اللي هو استقبل منه هذا الفريم فالاجابة الصح اتفلود زا فريم تقول انترفيسز اكسبت فاست زيرو على واحد لان هو اللي احنا استقبلنا منه شوفنا السؤال ده او شوفنا الصيغة دي في الاسئلة كتير قبل كده السؤال اللي بعد كده رقم 27 بيتكلم على الرابي وال الرابي دوت واحد من البروتوكولز الفريست هوب ردوندانسي بروتوكول شوفنا اسئلة كتير جدا السؤال هنا بيقول مميزات الرابي غير اللي احنا مسألناش عليها قبل كده الإجابة الاولى بيعمل traffic load balancing to the destination لا ده ممكن الGLBB هو اللي بيعمل كده وهو برضه من الFHRB بروتوكولز It provides a default gateway redundancy on a land using two or more routers هي دي الإجابة الصح مش مفيش داعي ان انا اكمل باقي الإجابات بيعمل firewall او بيعمل gateway redundancy مبين اكتر من روتر او مبين اكتر من core switch البروتوكول بيستخدموه عشان يعملو البروتوكول ده طبعا مش الARB مش الDNS مش الCDB البروتوكول ده هو DHCP واعتقد ان احنا تناولنا التلاتة بروتوكولز دول قبل كده وقلنا كل واحد فيهم بيقدر يعمل ايه السؤال اللي بعد كده جايب لي topology router واصل من حيثين باثنين firewall وبيقول لي an access list is required to permit traffic from any host on interface geek 00 and deny traffic from interface geek 01 يبقى انا هنا كده محتاجة اعمل access list اولا بتعمل permit للرينج ده ودني للرينج ده فهدور على الoption اللي في دول اللي فيه permit 10 100 100 و deny 19218 0016 permit 10 100 deny 19218 ايه دي بالنسبالي هي الاجابة الصحية من غير ما اكمل بها هي فعلا اول option جامعية هي اللي فيها permit 10 100 وتأكدت ان ال subnet mask او wildcard mask صحيح لان هو ممكن يغدعني ممكن زي هنا مثلا زي ما انتم شايفين يديني wildcard mask مختلف خلينا مثلا نشوف المثال ده فين موجود هنا في المكان ده هنا فعلا فيه permit وفيه deny ولكن زي ما انتم شايفين عامل لي ان الشبكة دي slash 8 يعني لان ال wildcard mask 0.255.55.55.55 مش هو ده الحقيقي الحقيقي يكون 316 يعني 005555.55 واعتقد ان انا كلنا عارفين الفرق بين subnet mask وايه هو wildcard mask الحاجات يا جماعة اللي انت ممكن تلاقي ان انت مش عارفها او انت مش عارفها وانت في راجع الفيديو كاريت تاخدو بها نوت لان الهدف ان احنا وان احنا بنحل الاسئلة زي ما قولت في البداية خالص بنعرف نقاط الضعف اللي موجودة عندنا السؤال اللي باكا بيقول كده احنا تمام which condition must be met before an NMS handle an SNMP trap from an agent بصوا يا جماعة ال NMS دي اختصار لNetwork Management Server زي Solarwind Zabbix Open Manager Cisco Prime احنا قولنا الكلام ده كله وندي السيرفر اللي بتعمل على جهزة اللي بتشتغل SNMP وقلنا الكلام ده تقريبا الفيديو اللي فات او اللي قبره فال NMS عشان يقدر يتكلم مع سيرفر بيشتغل او يقدر يتكلم مع سويتش او روتر عن طريق SNMP لازم ال NMS ده يكون عليه اللي هيكلم بيها السيرفر اعرفوها كده المب دي اختصار لكلمة اسمها management information based فكرة ال SNMP بساطة ان ال NMS اللي هو اسمه Network Management Server هنقول عليه SNMP Server بيكلم السويتش بيكلم السويتش بيقوله اديني معلومة المب الفلانية بتاعت البروسيسور فالسيرفر او السويتش اسم بيرد على ال SNMP Server بValue لو السيرفر ما عندوش ال Values اللي مفروض يسأل عليها السويتش مش عارف يسأل على الموضوع اشبه بكده اللي جابة صحيحة جماعة ان المفروض ان ال NMS يكون عليه الميبس اللي ليه علاقة بالتراب الموضوع على فكرة يطول شرحه لو دخلنا شرح في قصة ال SNMP والميب والتراب الموضوع يعني بس انا هشرحه لان برضو الكلام لازم يتقال بص يا جماعة ال SNMP فيه طريقتين للتواصل فيه طريق التواصل ان ال NMS هو اللي بيكلم السويتش يقوله انت شغال او مش شغال والسويتش يرد عليه قوله اه انا شغال لو ال NMS في مره يكلم السويتش و مردش ف ال NMS يطلع عليك شاشة كده عندك او يطلع عليك او على البرنامج بتاع ال NMS يعني يقول لك خلي بالك الجهاز اللي هو اسمه سويتش 1 2 3 ده بالشغال انه مردش عليه اخر مره يكلم فيه الطريقة التالية في التواصل بقى ان السويتش يبعت حاجه اسمه انه تراب للSNP التراب ده بتكون زي بيكون كده رقم مثلا 1.3.5.8.9.50.300.600 حاجه كده رقم طويل جدا وفي الاخر يقولك اس 10 اس 10 دي ممكن يبقى الرقم الطويل ده كله بيعبر عن ال errors بتاعت انترفيز جيك 0 على 0 لازم ال NMS server يبقى عنده دكشنري او عنده فيهرس بيقول لما استقبل ال value الطويلة دي او اللي هو الرقم اللي هو 10.100 ومش عارف تاخ 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 الرقم الطويل جدا ده ولاقي معها value 10 فال value دي عندي اربطها بال errors بتاعت الانترفيز اللي بيعرف ال NMS server ال value اللي مبعوطة دي بتتكلم عن ايه ان ال NMS server يكون عليه المب بتاعت نوع السويتشات او راوترات اللي هو بيعمله management هو ده الموضوع بمنتهى البساطة وممكن نقرأ فيه اكتر لو احنا محتاجين واي حاجه مش واضحة يعني سواء في البيتول الفاتحة او البيتول اللي جاية ان شاء الله ممكن حضرتك تخطر لي comment ان شاء الله ممكن اخصص فيديو ان انا اكتلم الموضوع باستفاضه اكتر لو حد ان شاء الله مختلفة فالاجابة الصح هي ال NMS software must be loaded يعني لازم يكون تم تنصيب عليه المرتبطة بالتراب ده التراب ده اللي ما هيتبعت المب هي اللي هتفهم هو التراب ده بيتكلم عن ايه بالظهر السؤال اللي بيقول ايه characteristics تاعت السوهو نتورك السوهو نتورك يعني small office او هوم نتورك ال small office او هوم نتورك الاجابة اللي موجودة هنا ان هي بتسمح لأكتر من يوزر يتواصله مع single broadband connection او بمعنى صح مع ADSL مودم واحد نخلي بالنا من حاجة انها اللي هقارد بقي الاجابات حلقة ان هي كلها متندركش على small office او هوم نتورك حلقة اجابة بتقول تقنكت each switch to every other switch in the network هي اصلا small office او هوم نتورك فانت في البيت عندك مفيش سويتشات يعني ده مفروض يعني ففي الحالة دي دي مش اجابة صح بتبروفايد هايس روبوت اكسس لالف او اخطر من موظف طب لو الف ازاي تبقى small office او هوم include at least three tiers of devices هنا بيتكلم على access والdistribution والكور طبعا ما ينفعش فبالنسباني السوهو نتورك بتوفر الاكسس لايه الاكتر من يوزر على مودم DSL واحد زي الشبكات اللي موجودة في البيت عندنا السؤال بكا بيقول ايه الريسورس اللي ينفع يحصل له شيرنج ما بين اكتر من virtual machine هل الابليكيشن هل ال operating system هل ال vm configuration file ولا ال disk الريسورس اللي ال hypervisor يقدر ان هو يوزعه على virtual machines هل ال physical resource زي cpu ال ram ال disk السؤال بكا بيقول لما بتعمل implementation او عايز تبدي اقوى انكريبشن للويرلس قلنا ان اقوى انكريبشن للويرلس كانت ال WBS3 بعديها ال WBA2 و ال WBA2 اقوى طريق التشفير لها لما تستخدم معاها حاجة اسمها advanced encryption standard او ال AES ال TKD هدور على الحاجة اللي هي هنا فيها WBA2 موجودة مرة واحدة ومعها ال AES فدي الاجابة الصحيحة بتاقتنا ال TKD طريق التشفير اخرى بتعتمد على حاجة اسمها ملف او او key مؤقت عشان بس طبعا احنا قلنا ال WBA2 هي افضل حاجة في الحالة اللي احنا فيها دي ومعها advanced encryption standard وايه بالنسبة لنا هي الاجابة الصحة زي ما احنا شايفينه السؤال اللي بعد كده برضه سؤال يعتبر خلاف شوية يعني انا شايف ان الاجابة اللي بقمودة هنا مش هي الاجابة الصحة لان انا عندي بيز مثلا معلومة وممكن لو حد ليه علاقة اكتر بالبروجرامنج ودوب ديفلوبمنت والكلام ده ممكن يكون عنده معلومة حسن مني في القصة دي اللي انا اعرفه ان البيانات اللي مكتوبة بال xml يحصلها تحليل باستخدام الكود بتاع xml يعني لازم لو التكست مكتوب بفورمات انجليزي لازم استخدم ترانسليتور انجليزي ماينفعش يبقى النص مكتوب بلغة فرنسية واستخدم كود انجليزي عشان فالموضوع القصد ده ما نخافش منه انا اللفه اتنازج بس فيه كلمه واحده او عباره واحده موجوده فيه هي العباره دي بتقول هنا برينت اللي انت اخدته من الكود دوت او اللي انت اخدته من الكونفجراشن او الاوتبود ده فحاجه اسمها xml format data.xml او data underscore xml فلما اخد حاجه بال xml يبقى طبيعي ان انا اقبلاي عليها xml library عشان اقبلاي عليها json library عشان اطلع بيها من المعلومات او ممكن اقبلاي عليها json لو كان فيه مرحلة تانية بتحول الاوتبود اللي طالع بال xml ل json هنا المصدر ده بيقول ان الاجابه صحية دي ممكن انت تعملها لو عايز بس انا شخصيا انا مقتنع ان الاجابه مش دي انا بقول ان الاجابه تقريبا في المكان ده العجاب رقمين فبرضو دي حاجه ليك انت ممكن ترجع و تبص عليها و ممكن تدور ولو حد مثلا عنده خبرة او علم بالموضوع ده اكتر ياريت والله يقول لي لان ده موضوع في صميم ال back end و في صميم ال bison و في صميم ال json و في صميم ال xml و في صميم ال progaming اكتر من ان هو نتورك و ليه علاقة بشغل ال div network السؤال اللي بعد كده بيقول ايه ال two functions اللي ال sdn controller يقدر ان هما ان هو يعمله ال sdn controller بالنسبة لي بيكو اردينيه حاجه اسمعها vtns او وفيرشوال حاجه اسمعها virtual tenant networkings ده ال vtns اللي بيعملها coordination ال sdn فبالنسبة لي ايه اجابه صحة الاجابه التانية بالنسبة لي برضو الاجابه d اللي هي بيمانيج ال topology فبالنسبة لي الاجابه الصحة هي ال a و d والاجابه التانية هو بيعمل من management ال a لل topology لان ال sdn controller زي ما هو انه بيمانيج ال switchات و راوترات فده بالنسبة لي هي اللي بتشكل السويتش او ال راوتر اللي موجود في الشبكة هو ده اللي بيشكل فهو عندي هنا هي ده الاجابه الصحة اللي هي a و d السوال اللي بقى كده بيقول السوال اللي بقى كده بيقول السوال الرقم 36 في صفحة 55 بيقول لو switch عمل receive استقبل new frame وهو بيبعت frame already يعني switch استقبل frame وهو لسه بي process frame موجود في cue هيعمل في ايه انا جاوبت عليه هيوقف الفريم الجديد في cue وهيعمله processing بعد ما يخلص الفريم اللي كان بيعمله already processing فاكرين لما اكلمت على first in والfirst out هي نفس الاجابة فالاجابة الصح اذا previous frame is delivered الثاني is dropped طبعا غلط برضو previous is dropped two frames are processed in the same time طبعا لا احنا قلنا ان في حاجة اسمها first in first out فاللهيجي الاول حيطلع الاول new frame بيتحط في cue وبيحصل له transmission بعد ما نعمل اول frame فدي بالنسبة لي هي الاجابة الصح اللي هي الاجابة رقم دي السؤال اللي بعكها بيقول ايه الوين توبولوجي اللي بتدي combination لل simplicity لل quality الاجابة هي point to point طب ليه هي point to point لان انا لما قلت combination لل simplicity مفيش اسهل من ان ان انت تشوف شبكة فيها فرع في الاول وفرع في الاخر فانت عارف كده اولها فين واخرها فينه على عكس ال partial mesh او ال full mesh او ال humble bespoke ال quality ال point point link دوت سواء كان physical او virtual فبيعتبر dedicated بيعتبر مخجوز عليه باندوتس للفرعين اللي بيكلموا بعض ففي الحالة دي مش هيحصل congestion مش هيحصل ان حد يعمل sharing معهم للباندوتس ده فده معناه quality availability ال point to point link ده ممكن يبقى خاضع خلينا نقول ايه اكون دافع عليه مثلا تكاليف صيانه اكتر فيبقى مراعين فين هو يبقى نوعا ما ما يقعش الاخر هذا الكلام فكل الكلام ده ممكن يتحقق مع ال point point على عكس ال partial mesh ممكن يحقق فيها ال availability لكن مش حقق فيها كذلك نفس الكلام ينطبق على ال full mesh انا بشير الدنيا بتاعتي او ال HQ بيكلم او بيكلم الفروع عن طريق link واحد فقط فده طبعا يعتبر single point of failure وحيبقى فيه congestion فمش هيبقى فيه quality المطلوبة في اغلب الاحيان السؤال اللي بقى كده رقم 38 السؤال ده بيقول فيه intb server intb server اللي هو 192.8.03 هزبين configure router 1 عشان يخلي intb client لروتر 2 command اللي لازم يتعامل على روتر 2 عشان يبقى هو intb server command اسمه intb master فالcommand الوحيد عندي اللي فيه كلمة intb master هو command رقم b الرقم اللي بعد المسطر ده حاجه اسمعه straight time اللي intb asif وده بيعبر عن بعد intb server عن router او intb client وده ليه موضوع تاني يعني مش مجاله دلوقتي وممكن يستخدم في الامر وممكن ما يستخدمش حد كده هنا ممكن نقف الحد دلوقتي عشان برضو الفيديو مبقاش طويل اه اتمنى بس ان المعلومات في الفيديو كانت واضحة واشوف كم في الفيديو الجاي ان شاء الله كده احنا اقفين في صفحة رقم 57 شكرا جزيلا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا